لسه مع حضراتكم وأجواء هذه البطولة معانا كمان ضيف مميز جدا جدا عبر زوم ده ضيف من جينيف حيكون معانا للتعليق على الدور الأول من البطولة ورأيه في أداء المنتخبات ومعانا النجمة الكبير ستيفان هونشوس ده مدافع طبعا فريق ليبر بول الإنجليزي ومنتخب سويسرا السابق بنرحب بيك ستيفان معانا هنا على شاشة قناة النادي الأهلي أشكركم شكرا جزيلا لاستضافاتي مساء الخير مساء الخير عليك طبعا واحد من أفضل المدافعين في تاريخ الكرة السويسرية وكان مدافع قوي جدا خلال انتقاله للدور الإنجليزي ولعب في ليبر بول أكيد سعداء بوجودك معانا وعلى المستوى الشخصي كمان أنا يمكن لعبت معك ستيفان في نيوشاتل وكمان لعبنا ضد بعض في ألمانيا سعداء أنك تكون موجود معانا في شاشة قناة النادي الأهلي عايزين نعرف رأيك إجماليا في دور الدور الأول أو دور المجموعات في الييرو 2020 أعتقد أن حتى الآن المباريات كل فريق لعب ثلاث مباريات والآن يمكن يوم السبت سنبدأ دور الستة عشر وسيكون هناك مباريات فاصلة في الحقيقة كانت هناك مباريات جيدة بشكل عام في فرنسا أو أيضا وجود المشجعين في الاستادات كان شيء مؤثر جدا وشيء حيوي جدا أثر على سير المباريات ورأينا أيضا الفرق الكبيرة التي تأهلت ألمانيا، إيطاليا، إنجلترا، أسبانيا، البرتغال وأيضا هولندا وبلجيكا أعتقد أن هذه هي الفرق الرئيسية التي ستحرز تقدم كبير جدا طبعا لازم نقول لك مبروك على وصول المنتخب السويسري لدور الستاشر رأيك يا ستيفن إيه في المنتخب السويسري؟ وهل المنتخب السويسري قادر للوصول لأبعد نقطة في هذه البطولة؟ أعتقد أن الفريق السويسري تأهل في الدورة الشابقة وأحرز نتائج هائلة فهي ليست دولة كبيرة فيما يتعلق بكرة القدم ولم نصل إلى الربع النهائي من قبل خسرنا من قبل أمام إيطاليا وفنلندا ولكننا نستطيع أن نضع بعض النقاط ونحرز بعض التقدم فأعتقد أنهم سيلعبون مباريات جميلة في الفترة القادمة ويستطيعون أيضا أن يفوزوا في بعض المباريات هناك فرق كبيرة في هذه البطولة وسيستطيعوا أن يحرزوا تقدم كبير جدا ولكن بالنسبة للفريق السويسري أأمل أن يلعبوا مباريات هامة جدا وأن يقدموا مباراة جيدة ولكن لا أعتقد أن الفريق السويسري يستطيع أن يصل إلى النهائي لأن أمامهم فرق كبيرة مثل فرنسا أكيد ستيفان كان فيه مباريات كبيرة جدا في دور المجموعات كان فيه مفاجآت كبيرة جدا كان فيه ظهور منتخبات بشكل أكثر من رائع كان فيه كمان إخفاق لبعض المنتخبات على المستوى الفني وعلى مستوى النتائج شايف مين أفضل منتخب لغاية دلوقتي من خلال طبعا نهاية دور المجموعات موجود في اليورو 2020 أعتقد إيطاليا من الفرق الكبيرة والتي قدمت مفاجآت كبيرة إذا كنا سنصفها بالمفاجآت لأنها من الدول الكبيرة في مجال كرة القدم ولكنهم قدموا مباريات رائعة ولديهم بالتأكيد نجوم كبار في فريق إيطاليا ولديهم تكنيك ولديهم لاعبين جيدين وأعتقد أن موتشيني استطاع أن يحرز تقدم كبير جدا ويقوم بمهمة صعبة جدا في المباريات التي لعبت حتى الآن ويستطيعون أن يفوزوا بالبطولة إنجلترا بالتأكيد قدمت مباريات هامة جدا وهي فرقة كبيرة جدا وهامة وقوية أيضا ولديهم لاعبين موهوبين في الصفوف الأمامية مثل ستيرلينغ وهاري كين بالتأكيد سيقدمون مباريات هامة جدا وأعتقد بشكل عام يستطيعون أن يفوزوا على ألمانيا كما قلت من قبل فرنسا هي المفضلة بالنسبة لي وأيضا هناك بلجيكا لعبت مباريات هامة جدا أيضا ولديهم لاعبين مهمين في خط الوسط وأيضا الخطوط الأمامية هناك أيضا فرق كبيرة جدا يمكن أن تصل إلى النهائيات وإلى نصف النهائي هو طبعا كان السؤال الجاي من الأربع أو الأربع فرق أو أربع منتخبات على يوصلوا دور قبل النهائي طبعا من خلال إجابتك عرفنا أن أنت بتتكلم على فرنسا بتتكلم على إيطاليا وتتكلم على أنجلترا وتتكلم كمان على بلجيكا دول المتخبات اللي ظهروا بشكل أكثر من رؤى مميجة نظرك ستيفان إيه المنتخب اللي كان مخيب للأمال أنت بتتفرج على المنتخبات وقلت هذا المنتخب كان ممكن جدا يقدم أفضل مما كان إذا كنت لأنطقي فريق أعتقد أن تركيا خيبت الأمال ولم تؤدي بشكل كافي كانوا يقومون بأداء أفضل من ذلك في بطولات سابقة وكان لديهم لاعبين ولكنهم خسروا وكانت أداءهم كان مخيب للأمال بصورة كبيرة جدا ولم يتأهلوا برغم أنهم لديهم لاعبين مهمين في خط الوسط وكان لديهم أداء كان يمكن أن يؤهلهم ولكن أداءهم لم يكن بالقدر الكافي فكان أداءهم مخيب للأمال بصورة كبيرة جدا وأستطيع أن أقول أيضا أن أسبانيا في المبارتين الأولتين أحرزوا نقاط بالفعل استطاعوا أن يهزموا سلوفاكيا ولكن بشكل عام يعني لم أكن سعيد بأداء أسبانيا على مستوى البطولات استيفاني أنت عارف البطولات بتقدم نجوم كبار جدا وخاصة ظهور بعض النجوم يعني صغار السن خلاني نتكلم في بعض النجوم لسه لم يتعدى عمرهم العشرين سنة زي طبعا النجمة السويد إذاك أو إسحاء لكن على مستوى كمان اللعيب للكبار أعتقد فيه لعيبة يمكن عدد سن الخمسة وثلاثين سنة بتقدم أداء أكثر من رائع وخص بالذكر كريستيان ورونالدو ومودريتش لاعب المنتخب الكرواتي رأيك إيه في أداء هؤلاء النجوم من خلال أوروبا عشرين عشرين؟ بالتأكيد رونالدو هو أفضل لاعب أو أحد أفضل اللاعبين في العالم على مستوى العالم فهو برغم من كبر سنه إلا أنه يستطيع أن يقدم الكثير في الملعب وهذا يظهر أنه يستخدم عقليته ويستخدم التكنيك في اللاعب ليس فقط مهاراته فهو لديه كل شيء لديه بالفعل كل شيء يستخدم عقليته في التكنيك والأمر ليس فقط وفقا لقدراته البدنية ولكن هو يستطيع أن يدير اللاعب ويستطيع أن يراوغ في الملعب رغم من كبر سنه لهذا هو واحد من أفضل اللاعبين ورأينا المباريات التي قام باللعب فيها وكيف كان أداؤه مع الفريق وكما قلت فهو واحد من أفضل اللاعبين ولدينا أيضا مودريتش فهو أيضا لديه قدرات كبيرة جدا ورغم من أنه خسر في بعض المباريات ولكنه كان يلعب بصورة بمنتهى المهارة في الحقيقة واستطاع أن وبرأيهم من أفضل اللاعبين في الملعب كما ذكرت فقد قاموا بأداء رائع في الملعب وبالتأكيد سنرى مباريات ممتعة وهناك أيضا لاعبين آخرين بالتأكيد زي مين أكثر لعب لفت نظره أنا أتكلم على كريستيانو رونالدو وعلى مودريتش اللي تخطوا سن الثلاثين يمكن بأربع خمس سنين لكن ما زالوا عندهم القوة مين كمان من اللاعبين المميزين من خلال البطولة اللي لفتوا نظر استفان هونشوز أعتقد يمكنني أن أقول أن دوبررينا لأنه لعب في مانشستر سيتي ولكنه ليس باللاعب الصغير ولكنه ليس بمستوى ميسي أو رونالدو لكنه يمكن أن يقدم المزيد يمكن أن يكون من اللاعبين العظام وأن يلعب بصورة مبهرة أكثر يستطيع أن يفعل الكثير ويقدم الكثير من المهارات في الملعب وهو سريع ولديه مهارات كثيرة وأنا أحبه كثيرا وهناك لاعب أيضا آخر كنت أتوقع أن أرى منه المزيد أيضا في هذه البطولة هو فيل فوجن من مانشستر سيتي أيضا أحبه كثيرا وأحب طريقة لعبي وستطاع أن يقدم مباريات رائعة بالرغم من أنه كان على دكة الاحتياطي في إحدى المباريات ولأنه قدم الكثير ويستطيع أمام ألمانيا أن يقدم أيضا المزيد في المباريات القادمة أكيد مش هسيب استفعا طبعا هنشو واحد من أبرز المدافعين على مستوى تاريخ المنتخب السويسري في الكورة السويسرية وكمان على مستوى ليبر بول واسأله عن من أفضل المدافعين في رأيك الغد دلوقتي واللي كان ليه دور كبير جدا مع فرقته من خلال طبعا دور المجموعات وكمان نعرف رأيك في المدربين المدربين هندي عارف كمان أنك مدرب واحد جدا إن شاء الله في المستقبل من المدربين اللي لفتوا نظرك من خلال دور المجموعات بالتأكيد أعتقد أن هناك مدربين كبار وإذا أخذنا دي جي ديتونج من الفريق الفرنسي فهو مدرب جيد ويقدم الكثير لفريقي وفاز بالكثير من البطولات عندما كان مدرب فهو أحد المدربين الذين يستطيعون أن يحرزوا فرق كبير جدا ويستطيعوا أن يخرجوا أفضل ما لدى الفريق لديهم فهو من المدربين المفضلين أعتقد موتشيني أيضا أحرز تقدم كبير جدا مع إيطاليا فإيطاليا بالتأكيد فريق قوي ولكن المدرب له دور كبير جدا وهو من له دور كبير جدا فأعتقد أن هذين المدربين أعتقد أن من أفضل المدربين في البطولة استفان هونشو طبعا بنشكرك شكرا جزيلا لأتواجدك معنا هنا في النادي الآلي وإن شاء الله بسفة شخصية يكون لنا لقاء قريب بإذن الله استفان بنشكرك شكرا جزيلا اشتركوا في القناة